اهلا بكم من جديد جدد معالي وزير نقطة الشيخ محمد بن خليفة الخليفة اهتمام الحكومة بضمان سلامة وامن المشآت والمؤسسات وضمان سلامة البيئة لافتا معاليه الى ضرورة الاهتمام بالمستجدات والتطبيقات ضمن هذا الاطار لتعزيز سلامة العنصر البشري لسيما في القطاع الصناعي وقال معاليه على هامش انعقاد المؤتمر العالمي السابع للصحة والسلامة والبيئة ان المواضيع المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة من المواضيع المهمة في القطاع الصناعي خصوصا في قطاع النفط والغاز وصحة العاملين في المصانع حيث ان العديد من الشركات الصناعية تصب اهتمامها على تطوير منظومة الامن والسلامة في بيئة العمل الصحة والسلامة والبيئة طبعا الموضوع مهم جدا في القطاع الصناعي وبالأخص في قطاع النفط والغاز اليوم صحة الموظفين والعملين في المصانع مهم جدا نرى اليوم كبار الشخصيات من الشركات الصناعية في المنطقة حاضرة في هذا المؤتمر يدل على اهتمامهم في هذا المجال صحة الناس سلامة المنشآت سلامة البيئة اليوم شيء مهم يعني السيطرة على الانبعاثات التأكد من ان البيئة اللي الناس تعيش فيها تكون بيئة صحية وكل هذه الامور اليوم القطاع الصناعي وليها اهتمام كبير وشاهد على ذلك حضور المؤتمر أعلن بنك البحرين والكويت عن توقيع اتفاقية مع شركة أمازون ويب سيرفيسز من أجل الاستفادة من التقنيات والممارسات المبتكرة كجزء من استراتيجية البنك نحو التحول المالي الرقمي وعلق السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البنك يحرص بجانب بعض المؤسسات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين على أن يكون من أوائل البنوك التي تستخدم AWS وخدمات الكلاود حيث أنهم يسعون باستمرار إلى تبني التقنيات التي تتماشى مع تبني مملكة البحرين لأحدث التقنيات المبتكرة ويمثل هذا التوجه من قبل بنك البحرين والكويت لتعزيز التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بفنتك من خلال الاستثمار في الخدمات التكنولوجية من أجل تعزيز الفعالية التشغيلية وتقليل المخاطر الناتجة من الأتمتة والرغمنا ونتابع الآن أسعار صرف الدنار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع نشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات اليوم ونبدأ مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأحمر منخفضا بنسبة 0.11% ومقفلا عند مستوى 1513 نقطة وذلك عايد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار والفنادق والسياحة وقد تجاوزت نسبة أو كمية الأسهم المتداولة 851 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 155 ألف دينار تم تفيدها من خلال 54 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على سم قطاع الخدمات ننتقل مشاهدين إلى باقي البورصات الخليجية وكما نتابع على شاشة جميع الأغلاقات كانت باللون الأحمر على تراجع السوق المالية السعودية منيت بتراجع بنسبة 0.85% وأقفلت عند مستوى 7984 نقطة بورصة الكويت تراجعت بنسبة 0.67% وأقفلت عند مستوى 6119 نقطة سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعت بنسبة 0.46% مقفلة عند مستوى 5030 نقطة أما سوق دبي فقد تراجعت بنسبة 1.25% بإقفال عند مستوى 2744 نقطة وأخيرا سوق مسقط تراجعت بنسبة 0.28% وأقفلت عند مستوى 4024 نقطة أعلنت شركة أرامكو السعودية عزمها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في عام 2020 وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في العام القادم زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات عام 2018 وكانت مصادر ذكرت لوكلة بلومبرغ أن أرامكو تستعد للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها قرابة العشرين من أكتوبر المقبل وقالت المصادر أن أرامكو تعمل على تعجيل عملية الاكتتاب بعدما تعافت بأسرع من المتوقع من الهجمات الإرهابية على منشآتها النفطية وفي سياق متصل حذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أسعار النفط قد ترتفع إلى مستويات مرتفعة جدا لا يمكن تصورها إذا لم يتخذ العالم إجراءا قويا وحازما لردع إيران استحدث مصرف لبنان المركزي خطوات جديدة لتوفير دولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية وذلك بعد أن شك بعض المستوردين من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم بسعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية وأصدر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي تعميما يحدد آلية طلب البنوك من البنك المركزي توفير الدولار لأغراض استيراد سلع الاستراتيجية وأوضح أن المصارف مطالبة بفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لإستيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية على أن يؤمن البنك المركزي حاجة المستوردين من الدولار بالسعر الرسمي نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل بسبب البيد بداية القوية التي سجلها الآيفون 11 في السوق الرئيس التنفيذي لأبل يؤكد أن الشركة لا يمكن أن تكون أكثر سعادة من أرباحها هجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتياطي الفدرالي مجددا بعد البيانات السلبية للنشاط الصناعي وقال ترامب أن أعضاء الفدرالي ورئيسه جيرمو باول سمحوا للدولار بالارتفاع القوي أمام العملات الأخرى مما يؤثر سلبا على المصنعين الأمريكيين كما قال الرئيس الأمريكي أن معدلات الفائدة مرتفعة للغاية والفدرالي هو العدو الأكبر لنفسه وليس لديه رؤية أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اتفاق بريكزيت الذي سيقدمه للاتحاد الأوروبي هو تنازل من جانب المملكة المتحدة داعيا الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازل بدوره وأكد في كلمته أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الأيرلندية وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل وأضاف أن ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذا الموضوع والمضي قدما لذلك سيخرجون من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث أعلنت الإكوادور عزمها الانسحاب من نظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك في أول يناير المقبل وذلك بسبب مشاكل مالية للمرة الثانية في تاريخها وقالت وزارة الطاقة في بيان إن القرار يستند إلى القضايا والتحديات الداخلية التي يجب على الدولة تحملها فيما يتعلق بالاستدامة المالية وتواجه الإكوادور التي تنتج نحو 545 ألف برميل يومية من النفط من عجز مالي واسع وعبء كبير في الدين الخارجي ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعدن الرئيسية قال الرئيس التنفيذي للشركة أبل إن المبيعات الجديدة لهواتفها آيفون 11 تسجل بداية قوية للغاية وأكد تيم كوك في تصريحات لصحيفة بليد الألمانية نقلتها محطة سي ام بي سي الأمريكية أن الشركة لا يمكن أن تكون أكثر سعادة من بداية إطلاق الهاتف الجديد وفي الأسبوع الجاري ارتفع سهم أبل لأعلى مستوى في 11 شهرا بعدما رفع بنك جي بي مورغين السعر المستهدف للسهم إلى 265 دولارا